اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هتنتج للبيض البيض اللي هيحصل ل행ي تعملي التفريح ويطلع لي بضارة إنتاج اللحم طيب هل الأمهات ديت بتتخذ على قصص على قواعد أنا بانتخبها على طريقة ايه أو نظامها ايه هنتكلم الوحدة دي عن محتوىها أو محتوى الوحدة بيتكلم عن أول حاجة المواصفات الكياسية لسلالات أمهات إنتاج اللحم دي أول حاجة هنتكلم عليها المواصفات الكياسية لسلالات إنتاج اللحم الأمهات دي الموصفات الكياسية بتاعتها إيه هل هي الموصفات الكياسية ولا عادي أي سلالات أنا بشتغل بها وتديني بالتفريق وخلاص هنعرف الكلام ده كمان دقائق هنعرف الجهاز التناسولي الأنسوي والزكري في الدجاج طبعا لأنه هو دوت المسؤول عن إنتاج البيضات أو إنتاج الأمشاج الزكري والأنسوية اللي هتديني بعد كده البيض المخصب اللي هتديني بعد كده البدارة إنتاج اللحم هناخد إيه كمان هناخد إيه هنعرف المساكن المستخدمة لتسكين الدجاج أمهات اللحم أمهات بادارة إنتاج اللحم المساكن بتاعتها شكلها إيه تجهيزاتها إيه محتوياتها إيه كل الحاجات دي هنعرفها كمان دقائق الظروف البيئية المناسبة كمان لتربية أمهات بادارة إنتاج اللحم ليها ظروف بيئية ولا ملهاش ليها درجة الحرب تتحكم معنا تتحكم معنا الرتوبة بتتحكم معنا كل الإيه كل العوامل دي خامس حاجة العمليات المزرعية اللي بتتم جوه المزرعة اللي هرب فيها أمهات البدارة المزرعة دي العمليات المزرعية هل بتتم عمليات مزرعية معينة زيها زي البدارة إنتاج اللحم ولا دي أمهات البدارة بتبقى لها عمليات مزرعية مختلفة تماما عن البدارة برنامج الإضاءة طبعا ده بيبقى برنامج مختلف تماما برنامج التغذية هل أنا بغزي أمهات البدارة نفس نظام التغذية للبادرة العادية اللي أنا بتلها للتسويق بعد أربعين يوم مثلا أو أقل من أربعين يوم طبعا أكيد هنعرف الكلام ده كمان حبة ونعرف الدنيا فيها أي تقييم الأداء الانتاجي والإيه والسجلات هنبدأ بأول حاجة يا جماعة المواصفات المثالية لسلالات أمهات إنتاج اللحم بنقول في حاجة مهمة جدا شغل الهندسة الوراثية أو دور الهندسة الوراثية بيبان جدا جدا في اختيار الأمهات أو تنشيط أو زيادة وجود سلالات كويسة أو سلالات انتاجياتها عالية أو في أمهات انتاج اللحم زي الكلام ده بنقول إن استطاع العلماء الحصول على سلالات جديدة متطورة سلالات جديدة يعني فيه أصول آه كان فيه أصول يبقى احنا بنحصل بنعمل إيه بيحصل عملية تهجينات وعملية انتخاب وعمليات تزاوج بطريقة بطريقة مستمرة بعمل لمين لسلالات الموصفات الانتاجية بتاعتها كويسة سلالات الموصفات الانتاجية بتاعتها جيدة يعني أنا عندي السلالة دي مثلا موصفات الانتاجية كويسة بتاعتها بتاعت انتاج اللحم وعندي سلالة تانية موصفات الانتاجية عالية جدا في انتاج البيض بعمل ليهم عمليات تهجينات أو عمليات انتخاب أو عمليات تزاوج مستمر هتديني في النهاية سلالة كويسة جدا فيه إنتاج البيض وإنتاج اللحم يبقى الهندسة الوراثية بتلعب دور مهم جدا أو علم الوراثة بيعمل شغل كويس جدا في هذا المجال طب أنا عايزة إيه أنا إيه المرهوب أو أنا إيه اللي أنا عايزة في سلالة أمهات بدر اللحم عايزة إن أنا أو إيه المطلوب بالنسبة لي أنا عايزة أأكل علف بكميات قليلة وعايزة أاخد لحم بكميات كبيرة وعايزة أاخد بيت ذات كفاءة عالية أو التفريخ بتاعه بيكون عالي يبقى عايزة أأكل علف بكميات قليلة عايزة أاخد نتيجة النتيجة تطلع لي لحم أو كمية لحم كبيرة وتديني كمان كمية بيت كبيرة أو طبعا كمية بيت مش كبيرة وبس لا كمان إيه كمان التفريخ بتاعه عالي أو كفاءة التفريخ بتاعته تكون عالي يبقى ده المرجو من عملية التهجينات أو العلماء عايزين طيب هل بتختلف المواصفات المثالية لكل سلالة؟ آه بتختلف وبتختلف حسب الجنس كمان يعني المواصفات المثالية للسلالة معينة الزكور فيها بتختلف عن المواصفات المثالية للإنس في السلالة التانية معنى إيه؟ معنى أن بيحصل عندي بعد الانتخابات دي بيطلع عندي خطوط خطوط للزكور وخطوط للإنس خطوط للزكور وخطوط للإنس خطوط الزكور وخطوط الإنس دي لما بيحصل بينهم تزاوج بتجيني بدارة إنتاج اللحل طيب الخطوط دي ليها مواصفات قياسية آه يا جماعة ليها مواصفات قياسية يعني الزكور مثلا بنقول إن لون الريش بتاعه أنا بفضل إنه يكون لونه أبيض بيفضل اللون الأبيض أو المواصفات القياسية للذكور بيكون لونه أبيض وإيه تاني من المواصفات القياسية كمان لازم يكون الزكور كمان تنتخب كمان لسرعة النمو اه انا عايزة الزكور دايما معروفة ان الزكور النمو بتاعها اسرع من الانس او معامل التحول بتاعها اسرع من الانس يبقى انا عايزة سرعة النمو بالنسبة للذكور محتاجة سرعة التريش سرعة التريش يعني معناها ايه يعني سرعة النمو يعني العملات الحيوية بتتم بسرعة في جسم الطائر فيزيد التريش وبيزيد النمو يبقى هي كلها عمليات ايه عمليات بتكمل بتكمل بعضها كمان لازم يكون كمان بشوف كمان جسم شكل الجسم بيفرق عندي بيفرق عندي في الزكور عن الاناس عايزة الجسم بيكون كبير وعميق والصدر بيكون كبير حجم السدر يكون كبير ومواصفات اللحم بيكون كويسة جدا ده كل ده بالنسبة للذكور عايزة مواصفات اللحم كويسة عايزة حجم الجسم يكون كبير عايزة عرض السدر يكون كبير جسم الدجاجة نفسه او جسم الطقر يكون عميق كل المواصفات دي انا عايزاها في الطيور اللي هو الزكور بتاعة السلالات الجيدة اللي أنا هنتخب منها طيب الإنس أنا عايزة منها حاجة مختلفة تاني من السلالات الجيدة دي أنا عايزة من الإنس عايزة لون الجسمي يكون كويس والرجلين عايزة مواصفات اللحمة تكون كويسة عايزة سرعة سرعة النمو بتاعتها يكون النمو بتاعتها عالي وكفاءة تحولية يكون بتاعتها تكون عالية عايزة منها إنتاج بيت جيد يكون التفريق بتاعته يكون كبير مش عايزة سلالة تكون مثلا التفريغ بتاعة بيكون بسيط ليه؟ لأن أنا أصلاً أنا جايبها علشان أطلع منها بيد للتفريغ اللي هو هيديني بادرة إنتاج اللحب يبقى أنا عايزة مصافات الأمهات تديني بيد البيت ده الخصوبة بتاعة تكون عالية وكمان سرعة والتفريغ بتاعةه يكون جيد التفريغ بتاعةه جيد وكمان سرعة الوصول لعملية النطج الجنسي تكون برضو عالية بالنسبة للذكور والإناس قلنا بقى الجزئية اللي هنتكلم بعد كده عليها هنتكلم على كيفية تكوين السلالات التجارية والمواصفات الانتاجية بنقول ازاي ازاي انا بكون سلالة تجارية لها مواصفات انتاجية انا عايزاها انا كمربي او كمنتج في السوق عايزة مواصفات تجارية او انتاجية معينة بعمل ايه بنقول ان هو بيستخدم علم الوراثة ان هو يديني قطيع او يديني امهات تكون فيها الصفات الوراثية اللي انا محتاجها اللي هي ايه بتبقى على الجينات الوراثية بتاعتها اللي هي انتاجية من اللحم عالية انتاجية من البيض عالية طب ده بيتم ازاي بيتم ان انا بجيب واخلط سلالات ممكن تكون سلالتين او تلات سلالات اعملهم خلط مع بعض يوم الناتج اللي هيطلع لي هيطلع لي سلالات ايه بقى سلالات ليها الصفات المرغوبة او الصفات اللي انا عايزيها او اللي انا طلبها من السلالة اللي انا هبتدي اخدها البدارة انتاج اللحم يبقى علشان كده بقول ان انا باخد بعمل عملية انتخابات طبعا اللي بيعمل الانتخابات دي طبعا المراكز البحثية ومراكز البحوث والاماكن والجامعات والاماكن دي المختصة لعملية الهندسة الوراثية على مستوى طبعا العالم كله لاني طبعا هنشوف كمان شوية ان فيه اصناف عالمية اصناف عالمية وتجارية عالمية معروفة مش مختلفة على مستوى العالم كله يبقى بيحصل تزاوج مستمر بعمل عملية تزاوج مستمر اول مرة دي طلع لي الكفاءة كويسة شوية لا بعمل تزاوج تاني بين سلالات تانية الكفاءة اعلى شوية لغاية موصل لغاية موصل للسلالات اللي انا ايه فيها الصفات الانتاجية اللي انا عايزها يبقى نتيجة خلط السلالتين او اكثر بتديني خطوط الخطوط دي في نتيجة الخلط بيديني الخطوط الخط ده خط ذكور وخط يعني ايه خط انتاج خط انتاج ذكور معينة لها صفات معينة وخط انتاج اناس لها صفات معينة بيحصل بينهم تزاوج بتديني بدارة انتاج الايه بدارة انتاج اللحب تاني تابع بقى كيفية تكوين السلالات التجارية والموصفات الانتاجية زي ما احنا شايفين على الشاشة شايفين قطيع الاصول الاصول فوق اهي اللي احنا لسه هنقول دلوقتي اصنافها ايه واسمقها ايه قطيع الاصول دي اللي هي قطيع الجدود اللي بناخد منها قطيع الجدود قطيع الجدود ده طبعا زي ما احنا شايفين فيه ذكور وفيه اناس وبرضه في ذكور وإناس ذكور وإناس لسلالة معينة وذكور وإناس لسلالة معينة تن تمام نتيجة تزاوج الذكور والإناس للسلالة دي هتديني ذكور معينة لها صفات إنتاجية معينة ونتيجة تزاوج الذكور والإناس في السلالة دي هتديني إناس بصفات إنتاجية معينة هنقولها تاني الحطة دي يا جمع أنا عندي عندي أصول أو أسماء أصولية معروفة على مستوى العالم بنعمل بينها تهجينات أو تزاوج مستمر اتفقنا على كده طيب كل سلالة طبعا السلالة الوحدة فيها ذكور وإناس وسلالة تانية فيها ذكور وإناس الزكور والإناس بتوع السلالة دي هيحصل بينهم تزاوج هاخد منهم الزكور والسلالة دي فيها ذكور وإناس هيحصل بينهم تزاوج هاخد منهم الإناس ليه هاخد من هنا الزكور وليه هاخد من هنا الإنس هنا الزكور تلاقيت لي كفائتها عالية أو فيها كفائتها الإنتاجية أو الصفات الإنتاجية بتاعتها كويسة جدا وعالية وهنا الإنس بسيت لقيتها الصفات الإنتاجية بتاعتها عالية باخد الصفات الإنتاجية العالية من هنا من الزكور والإنس ويحصل بينهم تزاوك بتديني إيه بقى الزكور والإنس دولة من قطعانه الأصول الأصول بتديني الأمهات بتديني الأمهات اللي انا هبتدي اتكلم عليها طول الوحدة طول الوحدة هتكلم عن الجزئية دي ليجيل الامهات ازاي هربيه وازاي هنتجه وازاي كذا وازاي كذا لغاية ما اخد منه البيض اللي هو التفريخ عشان ينتج لي بضارة انتاج الله طيب هتكلم عن الامهات دي الامهات دي طبعا شايفين زي ما احنا شايفين فيه على الشاشة فيه زكور وفيه اناس زكور من سلالة واناس من سلالة ايه من سلالة تاني حصل بينهم تزاوج او تهدينات الدني جيل ايه جيل بضارة تسمين او ايه او دجاج انتاج الايه البيض يا ده يا ده تمام يا جماعة طيب طبعا انا عايز اعرف الاصول دي هل الاصول دي موجودة على مستوى العالم ولا اه في اماكن واماكن لا لا احنا بنتكلم على كلام متفق عليه علميا على مستوى العالم كله يعني اصول سبتة موجودة في كل انحاء العالم موجودة في كل انحاء العالم زي ايه زي الكوشن الكورنش البرهما النيوهن بشاير البلايمس روك الابيض دي كلها يا جماعة اصول اصول للامهات بدارة انتاج اللحم دي الاصول الامهات اللي انا قلت من شوية اللي انا هعمل بينهم ايه بينهم تزاوج او تزاوج مستمر عشان تديني الامهات دي الاصول اللي هاخد منها الامهات الكوشن الكورنش البرهما النيوهن بشاير يعني السلالات دي موجودة في أي دولة في دول العالم أو موجودة في أي دولة في دول العالم كل سلالة من السلالات دي يا جماعة بنقول إنها متخصصة أو professional في حاجة معينة يعني ممكن نلاقي مثلا في سلالة من دولة مثلا متخصصة جدا تديني إنتاجية من البيض ما فيش لها حل بس إنتاج اللحمة بتاع بيبقى إيه يعني مش قدي كده هو كويس لأن دي أصول لكن ماهيواش بالنفس الكفاءة لسلالة تانية متخصصة في إنتاج اللحم يبقى فيه سلالات متخصصة لها بتربى الغرض إنتاج اللحم وفيه سلالات تربى الغرض إنتاج البيض وفيه سلالات بتكلم علاها زي ما خدنا في سنة أولى التي هي سناءية الغرض لتربى لإنتاج اللحم والبيض مع بعض هنتكلم في النقطة اللي بعد جدا سلالات التجارية إخدنا الأصول تكلمنا على الأصول تكلمنا قولنا الكوشن والكورنش والبلايزمسروك والبرهما كل ده خلاص تكلمنا عنه هنيجي بقى للسلالات التجارية المتخصصة السلالات التجارية المتخصصة كأمهات بدارة إنتاج اللحم دي السلالات الإنتاجية بقى زي ايه يا جماعة زي القب طبعا الناس اللي اشتغلت في مزارع لو منكم طبعا طلبة ايه اشتغلوا في مزارع دواجن او ان شاء الله وبإذن الله لما يتخرج هيشتغل في مزارع الدواجن هيبص يلا يقولك مثلا ايه صاحب المزارع او مثلا المسؤول على المزارع يقولك احنا مثلا هندخل الدفع المراضي هندخل قب هنلا احنا هندخل هابرد لا الجو مش مناسب للهابرد هندخل ايربو ايركرز لا الجو دلوقتي او الظروف المناخية بتاعتنا مناسبة او للروس طب الافيان طب البيترسون يبقى دي كلها صفات تجارية دي متدولة بيننا وبين بعضنا بين المنتجين لإيه لدجاج انتاج اللحم دول لمنتجين انتاج اللحم دول بيكونوا عارفينهم كويس قوي وكل نوع من الصفات دي ليها ظروف انتاجية معينة او شكل كمان شكل الطائر بيختلف عن شكل عن في كل صنف عن الصنف التاني يعني مثلا لما اجي امسك دجاجة الكب ممتازة بتديني شكل السدر وعمق السدر وامتلاقي السدر باللحم ممتاز جدا لكن ايه البقية جسم الطائر بيبقى ايه بيبقى أقل شوية عن السدر فدي بتبقى تجارية بتبقى كويسة جدا بالنسبة لايه لو انا هاخد منها ايه منتجات او هاخد منها ايه يعني اطعيات او هدخلها في عمليات تصناعية في الهابرد الاربو الروس فيه انواع يا جماعة من دولة بتستحمل درجة الحرارة العالية بستخدمها باخدها بربيها في الصيف فيه بتستحمل درجة الحرارة منخفضة باخدها بربيها في الشتاء يبقى كل نوع من الانواع دي او كل سلالة من السلالات دي لها ظروفها والشكل التكويني بتاع الجسم بتاعها او ان هي كويسة في ايه او بتنتج لي ايه احسن هنقول انتم تاني هنقول القب الهابرد الاربو الروس الافيان البيترسون طيب هنبتدي بقى في الجزئية احنا اكلمنا بقى احنا اول ما قلنا محتويات الوحدة قلنا المواصفات القياسية لسلالات امهات بادارة اللحل شفنا المواصفات القياسية عايزين منها ايه وشفنا الخطوط وشفنا لما يحصل التزاوج بين السلالات تديني الامهات والامهات تديني البدارة شفنا الخطوط الزكور انا بنتخبها على اساس ايه انا بنتخبها على اساس ايه اساس سرعة النمو وسرعة التريش اه عايزة شكل الجسم يكون كويس الصفات الانتاجية بتاعت اللحم تكون وصفات اللحم كويسة كل الصفات دي انا عايزها من الزكور عايزة من الاناس صفات اللحم برضو تكون كويسة سرعة النمو عايزة عايزة منها انتاج بيد يكون مخصب والتفريغ بتاعه يكون نسبة التفريغ بتاعه تكون عالية كل المواصفات دي أنا عايزها في الزكور أو الإناس لأمهات بضارة إنتاج اللحب عملية التزاوج يا جماعة عملية التزاوج اللي هي هتتم في الأمهات دي علشان تديني البيض اللي هو هيتفرغ اللي هاخد منه البضارة العملية سلسلة متوافقة مع بعضها أو متكملة مع بعضها أنا دلوقتي شغالة في الأمهات اللي هي هتديني البيض المخصب اللي أنا هواديني المفرخات اللي هتديني اللي هتطلع منه بضارة إنتاج اللحب طب أنا هتكلم عن الأمهات نفسها هتكلم عن الأمهات نفسها هقول تركيب الجهاز التنسولي الزكري زي ما احنا شايفين على الشاشة متركب من خصيطين والكلة والحالب والناقل والأمعاء وفتحة المجمع ونهاية الأمعاء هنتكلم بعد كده عن الجهاز التنسولي الأنسوي زي ما احنا شايفين قدامنا شايفين يا جماعة فوق شايفين المبيض أنا عامل السهم عنده شايفين المبيض شايفين الحوصلة المنفجرة وفي حوصلة نامية لسه بتنمو الحوصلات ديت اللي هي ايه البيض اللي بيبقى في ايه دي تعتبر عن ايه البيضة اللي هتنزل بعد كده في القمة شايفين في حوصلة بتبتدي تنمو او نامية في حوصلة منفجرة شايفين مضمحلة شكلها مضمحلة ازاي احنا بنتكلم عن ايه عن المبيض المبيض اللي فيه البويضات اللي احنا شايفينها كتلة البويضات دي شايفين فيه حوصلة بالغة شايفين فيه فرق بين الحوصلة النامية والحوصلة البالغة شايفين حجمها كبر ازاي طيب شايفين يا جماعة القمع شكله قمعي الشكل القمعي شايفين الأنبوبة شايفين المعزم احنا بنقول القمع وبنقول المعزم مع بعض دولة قناة الايه بيكونولي قناة المبيض كناة البيض كناة البيض اللي بعد المبيض على طول اهي كناة البيض من القمع والمعزم بعد كده بنخش على حاجة اسمها البرزخ بعد البرزخ غضت الكشرة اللي بتفرس فيه الكشرة بتاعت البيضة بعد كده بنطلع على فتحة المجمع وبتطلع البيضة بعد كده زي ما احنا شايفين الجهاز التنسولي الانسوي هنتكلم عن كل جزئية وهنرجع لشكله تاني زي ما احنا عارفين شوفنا المبيض بنقول المبيض هو بيكون لها كم مبيض الدجاجة لها مبيض واحد مبيض واحد زي ما احنا شايفين المبيض اللي موجودة فيه كتلة البويضات اللي جوه الايه جوه المبيض يبقى هو مبيض واحد بيوجد على الجانب الايصر من جسم الدجاجة تمام طيب المبيض ده بيفرس فيه ايه بيفرس فيه السفار للبويضات بيفرس فيه البويضة بيفرس فيه بيفرس فيه الهرمونات الانسوية يبقى المبيض فايدته ايه او هو استخدام بينتج لالصفار بيديني البويضة بيديني الهرمونات الانسوية ده كل الحاجات دي ايه باخدها من المبيض او المبيض بينتجها طيب هنخش بعد كده على قناة المبيض زي ما احنا شفناها في الصورة وهنرجع للصورة كمان شوي قناة المبيض دي عبارة عن ايه عبارة عن انبوبة طويلة انبوبة طويلة بيمر من خلالها السفار زي ما احنا شفنا اللي هو تجمع فوقه في المبيض هينزل الصفار في قناة المبيض وقناة المبيض دي بتكون ايه بيفرس فيها من خلالها ايه الصفار وتكون بافرس مكونات الايه مكونات البيضة يبقى احنا قناة المبيض اللي احنا شفناها اللي هي الطويلة دي بتتكون كمان قلنا بتتكون من جزئين من جم من جزء القم والجزء الايه المعزم جزء القم والمعزم اللي اتنين مع بعض بيكونوا لقناة المبيض طيب القمع ده بقى زي ما احنا شفنا شكل قمعي الشكل شايفينه ايه شايفينه يعني بيكون موجة ليه دخول البويضة فيه من المبيض للقمع يبقى البويضة بتطلع من المبيض بتنزل في الايه في القمع بتطلع من البويضة كاملة بيبقى بويضة ناضجة وكملة بتطلع من المبيض بتنزل فيه القمع اللي احنا شفنا شكله فيه الصورة اللي هو شكله ايه قمعي الشكل طيب فيه اعلى ويلتقط طبعا الصفار عنده خروجه طبعا من المبيض اللي ادخله في قناة البيت يوجد بيه ايه يوجد فيه الجزء بتاع الجزء القمعي ده بيوجد فيه كمية من الحيوانات المنوية كمية من الحيوانات المنوية عنده عنق القمع عنده عنق القمع اول ما بتنزل البوايدة فيه القمع وتنزل في منطقة العنق بتاعة القمع بيحصل بيحصل وجود كمية من الحيونات المنوية يحصل لها عملية الاخصاب يبقى بيحصل الاخصاب في المنطقة دي عند عنق القمع بعد كده بتفضل يحدث الاخصاب وتفضل في المنطقة دي 15 دقيقة يبقى يحدث الاخصاب في عنق القمع وتفضل البوايدة 15 دقيقة طيب المعزم احنا قلنا بعد القمع في منطقة تانية اسمها المعزم والاتنين مع بعض بيكونوا لقناة قناة البيت او قناة المبيض المعزم ده عبارة عن ايه بقى بنقول عبارة عن منطقة او قناة برضو تعتبر قناة زي ما احنا شايفينها قناة او منطقة بيتمنى افراز وترسيب البيض فيها احنا دلوقتي خلاص السفار هو الموجود في الجزء العلوي وحصل اخصاب كده خلاص في وعات 15 دي نزل في المعزم المعزم ده طوله من 20 ل 48 سنتي قناة كده هو بيكون طولها من 20 ل 48 سنتي بتنزل في المعزم ده في المكان المعزم ده بيتم افراز ايه ترسيب او افراز البيض ترسيب او افراز البيض بتاع الايه بتاع البيض ويظل السفار في هذه المنطقة طبعا حوالي ايه 3 ساعات يبقى بيتم ترسيب افراز وترسيب البيض وطبعا بيفضل البيض والسفار هنا في المنطقة دي حوالي 3 ساعات في منطقة الايه في منطقة المعزم هنيجي نتكلم على المنطقة اللي بعد كده زي ما احنا شفنا لما لفت كده اللفة اللي احنا شفناه دي منطقة البرزخ منطقة الايه يا جماعة البرزخ دي بتكون موجودة منطقة البرزخ دي بعد منطقة الايه المعزم بعد منطقة المعزم بتدخل البيضة في البرزخ القصير ده بيكون طوله قصير يا جماعة ما زي طول اللي فات اللي احنا قلنا من 28 سنتي اللي هو المعزم لا البرزخ بيكون طوله من 4 ل 12 سنط من 4 ل 12 سنط بتبقى البيضة في البرزخ ده ساعة وربع يبقى البيضة اول ما بتوصل البرزخ بتستنى قد بتستنى ساعة وربع في منطقة البرزخ طب ايه اللي بتستنى ساعة وربع ايه اللي بيتم بقى في منطقة البرزخ ده خلي بالنا يا جماعة الاسئلة دي اسئلة امتحان اسئلة امتحان يجي يقولك مثلا ايه اللي بيفرس في منطقة البرزخ او ايه اللي بيتم وقته قد ايه في منطقة البرزخ بقول الوقت بتفضل فيه البيضة او الصفار والبيض فيه ساعة اوروبا ايه اللي بيحصل بقى بيحصل ان بتتفرس فيه اخشية الكشرة الداخلية والايه والخارجية تفرس فيه اخشية الكشرة الداخلية والايه والخارجية وبيضاف طبعا الماء والاملاح اللي هو ايه بقى حد يقولي الماء والاملاح هيعملوا ايه بعد كده لهم هيكونون لي الكشرة هنا بنقول أخشية الكشرة أخشية الكشرة زي ما أخدنا في تركيب البيضة قبل كده في أخشية داخلية وأخشية خارجية تمام؟ فإحنا دلوقتي هيضاف كمان الماء والأملاح يبقى في منطقة البرزخ زي ما قلنا هنقول تاني البرزخ ده منطقة قصيرة أو قناة قصيرة طلها من 4 إلى 12 سنتي وتبقى البيضة في البرزخ حوالي ساعة وربع الساعة وربع ده اللي بيحصل فيها بيتم إفراز إفراز أخشية أو بيتكون فيه أخشية الكشرة الداخلية وأخشية الكشرة الخارجية الداخلية والإيه والخارجية وكمان ممكن وكمان بيتفرز فيه الماء والإيه والأملاح الماء والأملاح طب الرحم خلاص اتفرز أخشية الكشرة الداخلية والخارجية ودخل إيه من البرزخ دخل إيه دخلت البيضة على الرحم طيب إيه اللي بيحصل في الرحم يا جماعة بيتم في جوه الرحم او داخل الرحم افراز الكشرة خلاص اهنا البدأ خلاص بقت مخصبة حصل لها اخصاب واتكملت بالاخشية بتاعتها تمام وخلاص وصلت لمنطقة الرحم منطقة الرحم بقلي بيكون حوالها ايه بيكون ايه الكشرة بيكون ايه الكشرة يا جماعة الرحم طوله حوالها دي 10 سنت الرحم طوله بس 10 سنت يبقى في الرحم عشان برضو دي سؤال يجي يقولك مثلا ايه اين تتكون الكشرة الكشرة للبيضة بتتكون فين هقول في البرزخ هقول في المعزم هقول في القمع لا هقول في الايه في الرحم هقول في الرحم بتتكون الايه الكشرة للبويضة هتتكون الكشرة للبويضة فين في الرحم طيب بتظل قد ايه بتظل 21 ساعة بتظل 21 ساعة البويضة في الرحم المهبل ده يعتبر اخر حاجة وبيتم ايه وفيه تمر البيضة طبعا بعد ما تكونت على الكشرة وخلاص بقت بيضة كاملة جاهزة متكاملة مقصبة وتمام بتطلع تحش في المهبل المهبل ده اللي بتطلع منه البيضة من الرحم لخارج الجسم من الرحم لخارج الجسم عن طريق ايه عن طريق المهبل يبقى المهبل ده يعني حلقة واصلة بين الرحم وخارج الجسم طيب هنعيد تاني الجزئية دي بعد اذنكم نشوف تاني هنتكلم عنها تاني بسرعة بسرعة شايفين بقى قدامنا عالشاشة هنتكلم تاني شايفين قدامنا عالشاشة المبيض شايفين البوايضات اهي البوايضة اهي شايفين القمعة اهو قمع الشكل ازاي القمع شكله قمع الشكل ازاي مفتوح ازاي بيلتقط شايفين ايه قريب خالص من البويضة بيلتقط اهو البويضة عن دعونك عن دعونك القمع بلاقي كميات كبيرة من الحيوانات المنوية ويحصل اخصاب هنا يبقى حصل خلاص البيضة اه البيضة حصل لها اخصاب هنا بعد كده بينزل في المعزم بتتكون الايه طبعا الصفار موجود آآ وبيتكون معاه اللي بيترصب عليه البياض بعد كده بنخش للبرزخ بعد كده بالبرزخ طبعا احنا قلنا بتتكون فيه اخشية الكشرة الداخلية والخارجية بعد كده في الرحم بتكون فيها غدة الكشرة بعد كده في المهبل او فتحة المجمع او من المهبل بتطلع طبعا ايه حلقة الوصل بين الرحم وبين الجو الخارجي او الوسط الخارجي اللي بتطلع منه البويضة طبعا وبعد ما تكونت عليها الكشرة وبعد ما حصل لها عملية الاخصاب في قوانك الرحم وبعد ما اترصبت عليها البياض وبعد ما تكونت اخشية الكشرة الداخلية والخارجية تمام هنتكلم على الجزئية اللي بعد كده هنتكلم على العمل المساكن يا جماعة المساكن المستخدمة وتجهيزتها المساحة المخصصة للدجاج خلاص انا هبتدي اربي امهات انتاج اللحم الامهات بقى هنتكلم ربيع بنقول المساحة المخصصة للدجاج ده مساحة المخصصة لو انا عايزة لو انا عايزة من الدجاج ده وزني كيلو ستمية ازا كان الهدف الوصول الى وزن نهائي كيلو ستمية هعمل ايه يا جماعة هربي على عشر دجاجات في المتر المربع عشر دجاجات او عشر طيور في المتر المربع طب احسب المساحة حسب مساحة العنبر للدجاجة ديه بنقول مساحة العنبر في الايه في العشر دجاجات مساحة العنبر في العشر دجاجات تديني ساعة الايه ساعة العنبر دوت او الايه حساب ساعة العنبر عشرة تشوف هيساعة قدي ايه العنبر هيساعة العنبر بتاعي قدي ايه افرد العنبر بتاعي خمسة وستين متر افرد العنبر بتاعي مية متر هيبقى مية في عشرة في عشر دجاجات يبقى الف ايه الف كاتكوت يبقى هيساعة الف كاتكوت يبقى عشان احسب ساعة العنبر المساحة بتاعة العنبر بدربها في عشر عدد الكاتاكيد لو انا عايزة المساحة المطلوب الوزن المطلوب النهائي كيلو ستمائة جرام كيلو ستمائة كيلو جرام في العنابل المقفولة بتختلف الدنيا دي بتختلف الدنيا دي بس اذا ايه اذا توفرت عوامل التهوية المناسبة والحرارة ورطوبة داخل العنبر بربي على 20 طائر في المتر المربع 20 طائر في المتر المربع يبقى ممكن اربي في العنابر المقفولة 20 طائر في المتر المربع طالما كانت عاملة تهوية والحرارة والرطوبة بتبقى مناسبة جدا داخل العنبر مفيش مشكلة ان انا ربي 20 طائر يعني مساحة العنبر في 20 تديني عدد الطيور اللي ممكن اربيها في او ساعة العنبر دي يساعد او كم طائر الجزئة اللي نتكلم عليها موقع المزرعة موقع مزرعة أمهات بدار اللحب الموقع ده بيكون شكله إيه هل ممكن جوه قتلة سكنية أو منطقة سكنية أروح أقول مثلا أنا هابني الحتة دي جوه المساكن هعملها مزرعة أمهات بدار اللحب أو ممكن أعملها تكون قريبة تكون قريبة من مزرعة تانية يكون إيه تكون قريبة من مزرعة تانية أقول لك لا مستحيل ممنوع منعا بتا ممنوع منعا بتا إن أنا أعمل مزرعة أمهات بدار اللحب تكون قريبة من مزرعة تانية أقل حاجة مساحة من مزرعة لمزرعة من كيلو لتنين كيلو من كيلو لتنين كيلو يعني مساحة بين المزرعة والتانية ليه علشان لو في أي وباء أو أي مرض أو أي حاجة في مزرعة ما ينتقلش بسهولة المزرعة عندي ما انتقلش بسهولة لمزرعة عندي يبقى لازم اعمل حساب للايه للمسافات بين المزرعة وبين بعضها يبقى اقرب مزرعة ليه تكون على بعضها قد ايه اتنين كيلو تزيد تزيد مش مشكلة احنا بنقول حد قدنى حد قدنى كيلو او اتنين كيلو بنقرب مزرعة ايه بنقرب مزرعة ليه طيب طبعا ايه ده لايه في العدوى الساعات يا جماعة بيحصل عدوى تتفشى زي الاي بي او نيو كاسل او اي حاجة من الامراض دي ايه اللي بيحصل ساعتها بيبقى عن طريق الهوى بيتم نقل الايه نقل العدوى والفيروسات دي فانا لو المزرعة بتاعتي قريبة من المزرعة الموبوقة دي هتحصل طبعا خسارة اقتصادية كتيرة فعشان كده بنقول يفضل اي مزرعة تتعامل تكون بينها وبين المزرعة التانية اقل لمساعة وحد قدنى اتنين كيلو تزيد ما تقلش عن كده طيب المزرعة بتاعتي لازم كمان اوفر لها قوة كهربية ماينفعش اعمل مزرعة ومعنديش متوفرة ليا الكهربا لها مش متوفرة لها المية ليها مصدر للمية المية كمان مش اي مية ما جيش امسلا اعمل مزرعة في مكان في مية جوفية كلها املاح وكلها تلوثات بكترية وكيموية وقول مثلا لا ده انا هغز الكتاكيت هتتغز او هشرب الكتاكيت من المية دي طبعا ده مستحيل لان المية دي طبعا ده تبع تبع مية غير مناسبة لتغزية الكتاكيت بيها او غير مناسبة لما اجي حط التحصينات يا جماعة التحصين اللي انا بحصته التحصينات اللي انا بحطها لمزرعة دواجين دي تحصينات حساسة جدا لان انت بتحط كائن حية حية ميت التحصينات فلما تيجي تحطها في مية المية دي بيكون فيها تلوث بكتير او كيماوي تحصل بيحصل تفاعلات طبعا وبيفقد الايه بيفقد التحصين دوات الفعالية بتاعته علشان كده لازم الناس بقى اللي هي بتربي تربية كويسة او على قشص علمية سليمة وهي بتجهز المزرعة المية بتاعت الشرب بتاعت المية اللي هتستخدمها في الشرب او المستخدمة داخل المزرعة بتعمل لها تحليل كيماوي تحليل للمية دي بتشوف الاملح فيها قد ايه او نسبة التلوث البكتيري قد ايه او النسبة فيها نسبة العناصر المعدنية فيها قد ايه هل النسبة دي مناسبة ولا مش مناسبة لو مش مناسبة طبعا ما اقدرش هستخدمها لانها طبعا هتلاق بطل الدنيا ده ممكن تجيب امراض للكتاكيت نفسها غير انها تفسد الايه تفسد او تعمل يعني تعمل فعالية مضادة بالنسبة للتحصنات فعشان كده مصدر المية لازم يكون لازم يكون مصدر المية ده اهم حاجة لازم يكون مصدر كويس جدا طبعا وموسوك ايه موسوك فيه توفير وسيلة للصرف ملاقيش الصرف بتاع المزرع بي ايه بينشع تحت المزرع نفسها بينشع تحت المزرع نفسها ليه لان الرطوبة بتطلع لي الناس اللي بتربيوا عارفة الكلام ده كويس الناس اللي اشتغلت الطلبة اللي معانا دلوقتي واشتغلوا في مزارع عارفين عارفين لو في رطوبة تحت الارض في تحت العنبر بتاعي لو في اي رطوبة رطوبة دي بتطلع على العنبر لما الرطوبة تطلع على العنبر يعني حتى لو انت حطيت فرشة ايه للعنبر برضو بيكون في رطوبة وطبعا مش هنقدر مش هن... يعني الكلام مستفيد جدا في أضرار الرطوبة في العنبر بتعمل ايه او بتسبب ايه الرطوبة في العنبر او ايه الأمرات اللي بتسببها الرطوبة العنبر فعشان كده لازم اي مزرعة امهات بدرة اللحمة او اي مزرعة دواجن عمتا نتكلم ان جنرال عمتا بنقول ان هو لازم تتوفر وسيلة للصرف طبعا تكون بعيدة عن ايه المزرعة بتاعتي او العنابر بتاعتي هنتكلم برضو لسه ما خلصناش الكلام عالموقع المزرعة بنقول ان دقوه يكون قريب من مصادر توريد الكاتاكيت والعلف ما جيش مسلا اعمله في منطقة بعيدة جدا على ما يجيني الكاتاكيت او اطلب علف يكون العلف خلص عندي على ما يجيني العلف يتوردلي العلف ياخد مسافة وقت كبير لا اكون المزرعة تكون قريبة من اماكن توريد العلف والكاتاكيت ما تبعش مسافة كبيرة طيب ده مان تسويق المنتجات طب انا ربيت وعندي بقى المنتج ابو سألاقي نفسي في منطقة بعيدة جدا جدا التسويق يكون صعب معرفش حتى يعني عملية النقل والروح والجاي والمنافس وكلام ده ده كله هيبقى صعب بالنسبة لي لا يبقى كمان ويكون قريب من ايه من اماكن تسويق المنتجات اعرف اسوق المنتج بتاعي انا طلعت المنتج بتاعي عايزة اسوقه عايزة اسوقه اسوقه ازاي مايبقاش فيه صعوبة عندي في عملية التسويق بتاع المنتج سواء بيت سواء ايه لحم قريب من الطرق الايه الرئيسية لازم يكون قريب من الطرق العامة وطرق الرئيسية بس قريب الى حد ما مايبقاش قريب قوي ولا يبقاش بعيد قوي يعني القرب يكون قريب ايه قريب مناسب يعني مايبقاش قريب قوي من الطرق يعني على نفس الطريق شدة سكة حديد او او طريق للمرة طبعا ينتقل العدوى لو فيه امراض او اي حاجة لا يكون القرب بس قربه مناسب ايه بيسهل لي يسهل لي عملية التوريد الايه توريد الاحتياجات وتصنيف الايه وتصريف المنتجات يبقى عملية القرب يكون قربه مناسب بحيث ان هو ايه يسهل لي عملية توريد الاحتياجات بتاعتي وما يبقاش فيه مشكلة المنطقة اللي هعمل فيها المزرعة تكون منطقة جافة والجو بتاعي يكون ايه معتدل بنقول تاني ماجيش اعمل مزرعة يا جماعة برضو كل ده انا بقول انا دلوقتي لسه بختار المكان بختار المكان اللي انا هعمل فيه المزرعة وبشوف المواصفات بتاعته كويسة ولا مش كويسة مناسبة ولا مش مناسبة طيب اهم حاجة يكون امن ماجيش اعمل مزرعة في منطقة صحراوية طبعا موبوقة طبعا ممكن الاقي عقارب الاقي تعابين الاقي طيور طيور جرحة اي انواع من الطيور البرية الحاجات دي كلها هتعمل مشاكل بالنسبة لي علشان كده بقول المنطقة لازم تكون امنة مع مراعاة طبعا ايه ايه فتحات تهوية للعنابر تتغطى طبعا بسلك شبكي تتغطى بسلك شبكي عشان ما يخليش ما يخشش للطيور من برا طيور البرية ما تخشي ليش حشرات ما تخشي ليش زواحف كل الحاجات دي طبعا اللي بتعمل مشاكل عندي في المزارع وفي العنابر طبعا الكلام ده طبعا يعني ما لازم يكون اساسي طبعا في تأسيس اي مزرع اتجاه العنبر يا جماعة اتجاه مواجهة مواجهة العنبر لازم يكون المحور بتاع العنبر شرقي غربي شرقي غربي شرقي غربي كده تمام لازم تكون الجدران الجدار والشبابيك الجدران والشبابيك تكون ايه بقى بحرية ابلية ليه يا جماعة لان انا في وقت مثلا وانا شغالة مثلا اثناء دورة التربية بتاعتي انا ايه الجو حر عايزة افتح بحري يكون فيه شبابيك ناحية الايه البحري عايزة لا ده انا الجو ساعة بس عايزة اعمل تغيير بس او اقلب الهوى اللي موجود في عندي في العنبر ومش عايزة طيار هوا ايه طيار هوا سريع او طيار هوا مباشر هقفل البحري وافتح الايه وافتح الايبلي عشان كده يقولك ايه الجدران والشبابيك تبقى بحرية ابلية بحرية ابلية يكون في موجهد ايه موجهد بعضهم في نفس المستوى البحر البحرية شبابيك البحرية مواجهة للشبابيك الابلية طبعا اللي طبعا اشتغل في مزرع او في عنابر دواجن طبعا هيشوف الكلام دوته ايه ويكون متمرس فيه الشبابيك تكون في الناحية البحرية والناحية الايه الابلي توفر مصادات للرياح لو أنا عاملها في منطقة بعيدة شوية هلاقي اني طبعا هيبقى فيه هوا جديد جدا فيه رياح شديدة جدا كل ده طبعا هيضر لي بالمزرعة هيضر لي بالمزرعة هيمكن هيجيب مسببات أمراض من مزرعة المزرعة تانية عن طريق الهوا مهما بعدت هيكون عندي هكون موجودة في مكان طبعا درجة الحرارة تبقى عالية جدا في الصيف والبرد هيبقى جديد جدا في الشتاء لكن لما أجي أزرع مصدات رياح أو المكان يكون حوالي مصدات رياح طبعا هتكون طبعا شغل اللي بيبقى كويس جدا 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 ليه هيسدي لي الشمس والحرارة العالية في الصيف وطبعا هيقلل لي هيقلل لي بين سرعة الرياح والتراب والأطربة في أثناء في فصل الشتاء أو الربيع اللي هي الخمسين والأطربة والحاجات دي يبقى مصدات الرياح طبعا بتبقى مهمة جدا بالنسبة لأي مزرعة طيب ممكن نراجع تلاني بسرعة على موقع المزرعة أو اختيار موقع المزرعة هنقول بقى المساكن سريعا كده برضو عشان ما نعديش الجزئية دي قلنا إن إحنا لو إحنا عايزين طائر وزن بتاعه كيلو ستمية يبقى أنا بربي عشر طيور في المتر المربع لو أنا عندي العنابر مقفولة بربي عشرين طائر في المتر المربع لو توفرت عندي الدرجات الحرارة والرطوبة والتهوية المناسبة أربي عشرين طائر في المتر المربع عايزة أعمل أحسب المساحة ساعة العنبر يعني عايزة أقول العنبر ده هي ساعة إيه هقول المساحة بتاعت العنبر في إيه مثلا لو أنا هحط مثلا في عشرة هحط في عشرة لو هحط في عشرين هحصف في عشرين هتديني إيه الساعة بتاعت العنبر طيب الموقع المناسب طبعا زي ما قلنا من دقايق طبعا أقرب مزرعة ليا تكون على بعد إيه لا يقل عن اتنين متر طبعا لتلافي انتقال العدوى والفيروسات من مزرعة لمزرعة عايزة مصادر للمياه مصادر المياه مياه النظيفة طبعا يكون يتعامل لها المياه دي مفروض إنه يتعامل لها تحليل عشان أشوف النسبة الأملح فيها كم جزء في المليون عايزة أشوف التلوث البكتيري فيها التلوث الكيميوي كل الحاجات دي لازم أعرفها لازم أعرف لازم يكون في وسيلة للصرف علشان الصرف ما يكونش ما يأثر ليش على أرضية العنبر أو المياه تنشعل في أرضية العنبر فالأرضية دي تكون كلها متشبعة بالرطوبة وطبعا هتأثر لي على عملية الإنتاج بتاعتي هتبقى على طول الأرضية بتاعة العنبر رطبة وطبعا الرطبة دي طبعا كلها بتطلع على الإيه؟ على الكاتكوت عندي أو على الطائرة عندي طبعا بتسبب مشاكل كتيرة جدا وأمراض كتيرة جدا إحنا في غنة إيه؟ في غنة عنا الموقع المناسب قلنا أن يكون قريب من مصادر التوريد العلف والكاتكيت بيكونش بعيد يكون أطبع تسويق المنتجات بتاعتي أنا طلعت منتجات وعايز أسوقها يكون قريب من الطرق الرئيسية عشان يسهل توريد المنتجات وتسويق الإيه؟ وتسويق الإيه؟ توريد الإحتياجات وتسويق المنتجات اللي هتطلع عندي المنطقة لازم تكون جفة والجو يكون إيه؟ معتدل طبعا ما يكونش فيه رتوب عالية ما يكونش فيه درجة الحرارة ما يكونش عالية درجة الحرارة ما يكونش عالية زيادة عن اللزوم ما يكونش منقفضة زيادة عن اللزوم بنقول المنطقة لازم تكون يا جماعة آمنة آمنة كويس جدا عشان ما يحصلش طبعا تخشي لي تيور برية من برة تخشي لي حشرات تخشي لي زواحف طبعا ده كل الحاجات دي طبعا هتضرولي بالمزرعة علشان كده بقول ان فتحات التهوية ما تستبش كده مفتوحة لازم تتغطى بسلك ايه بسلك شبكي يرعى اتجاه العنبر زي ما قلنا من شوية ان يكون محور العنبر شرقي غربي ويكون الجدران والشبابيك تكون بحرية قبلية بحيث ان انا لو انا احتاجت افتح البحري او احتاجت افتح الابلي او الاتنين مع بعض لو انا عايزة اعمل طيار في ايه لو الجوى عندي الحرارة زيادة عن اللزوم في الصف ممكن افتح الاتنين البحري والابلي يعمل لي اعمال ليه طيار ايه طيار هوا لكن في الشتة طبعا انا مش محتاجة لطيار الهوا المباشر طبعا لانه هيضرولي بالكاتكوت لو هو طيار الهوا المباشر عليه هيدررلي بالكاتكوت ودايما بعمل فتحات التهوية جماعة أو فتحات الشبابيك بتبقى أعلى العنبر أعلى العنبر من فوق ما خليش الشبابيك قريبة من بتبقى إيه لها تأثير مباشرة على الكاتكوت لا يبقى من فوق بحيث إنها ما تكونش إيه أي تهوية أو مصادر للهوى ما تبقاش مباشرة على الكاتكوت ممكن أعمل الشفطات بس اللي بنخليها من تحت في قريبة من إيه قريبة من أرضية العنبر الشفطات لكن الشبابيك دايما بخليها في أعلى أرضية العمر أعلى جدران العمر توفير مصادات للرياح طبعا قلنا عشان نتلافى درجة الحرارة العالية في الصيف ودرجة الحرارة منخفضة في الشتاء ونتلافى كمان الرياح طبعا والأتربة وكل الحاجات اللي بتحصل خاصة في فصل الربيع طبعا والطراب والأتربة والعنفار والحاجات دي طيب هنتكلم بقى عن الجزء اللي بعد كده بعض التجهيزات اللازمة لمباني الدواجن في تجهيزات في تجهيزات طبعا لازمة للمبنى أنا خلاص عملت المبنى بنيته زبطت الصرف بتاعه الكهربة كويس جدا مصدر الميا كويس ونضيف وموسوك فيه مش هيعمل لي اي مشاكل بعد كده لما اجي احط التحصينات مش هيحصل اي تفاعلات بين الاملاح اللي في المياه والتحصينات ولا اي حاجة أنا كده خلصت ايه زبطت العنبر ايه كبنيان او كتجهيزات من برا جهزت العنابر الاماكن اللي برا اللي هيتحط فيها العلف اللي هي الصوامع عندي او غرف العلف او اماكن ايه وجود العلف جهزت اماكن ايه خلع الملابس للعمال اللي هيشتغلوا اماكن يبدلوا فيها الملابس بتاعتهم هما دخلين العنابر وخرجين منها طبعا لتلاف طبعا اي ايه اي انتقال ايه عدوى من مكان لمكان تاني ممكن العامل ده يكون وهو جاي في الطريق وهو جاي على المزرعة عندي يقابل ايه يكون معدي طبعا على مزارع او معدي من بيته وهو شخصيا مربي ديور او اي حاجة او اي مصادر للعدوى وهو جاي لي من الخارج وداخل لي المزرعة لازم طبعا قبل ما يخش العنبر لازم طبعا فيه امن حيوي او قواعد امن حيوي طبعا كلنا متفقين على وعرفينها انه طبعا بيغير الملابس بتاعته ويلبس الملابس تانية نظيفة ومعقمة ومطهرة اللي بيقدر يخش بها العنبر علشان ما يجيش من برا يكون حامل لعدوى او حامل لمرض ويخش عليهم دي العنبر لو داخل العنبر عندي وهو حامل للمرض ده هتحصل مشكلة كبيرة ويكون هو اللي حامل فيها ممكن يحملها على هدومه من برا العدوى ممكن يلاقيها على هدومه ممكن يلاقيها في الحزاء بتاعه اثناء ماشيه طبعا في الطرق وكده يبقى كل الحاجات دي كلها لازم طبعا تتغير وتتبدل في غرفة تكون بعيدة شوية عن العنبر وبيلبس ملابس تانية بيتم ايه بيتم تعقيمها وتطهيرها طبعا وبيلبس كازلك في رجليه وطبعا كفازات في ايديه طبعا كل احنا بنتلافى بنتلافى اي مصدر لانتقال العدوى لان مصدر انتقال العدوى طب بيحصل ايه طبعا بيحصل كرثة كبيرة فعشان كده المزارع الكبيرة او المزارع اللي بتمشي على قسس وقواعد الامن الحيوي وقواعد علمية طبعا بتبقى ملتزمة اشد الالتزام وبتبقى لها قرارات صرمة وملتزمة جدا في قواعد الامن الحيوي وقواعد التطهير والتنظيف طبعا بتبقى عندها على اعلى مشتوى لان طبعا دي بتقلل بتقلل فرصة وجود امراض او وجود عدوى بشكل كبير جدا علشان كده بقول ان التزامنا بالقواعد الامن الحيوي في دخول المزارع مهم جدا لان الطائر يا جماعة خاصة خاصة في الاعمار الصغيرة الطائر بيكون شديد الحساسية المقاومة والمناعة بتاعته ضعيفة جدا ما عندوش مقاومة ومناعة انه هو يقدر يقاوم الامراض اللي جايله من برا فممكن اقل حاجة تسبب له ايه تسبب له امراض طيب دخلنا المزارع بتادينا بنجهز في المزارع اهو للحاجات الداخلية اللي جوه المزارع في المسائي ممكن استخدام مسائي المقلوبة شايفين شكلها دي المسائي العادية المقلوبة ان انا اللي هي بتحطي فيها المياه وبعد كيها تتقلب والطائر بيبتدي يشرب ايه يشرب منا في مسائي اوتوماتيكية مغلقة زي ما احنا قلق له قصد المعلقة دي مسائي اوتوماتيك معلقة اه قدامي مسائي اوتوماتيك بالحلامات اوتوماتيك بس بالحلامات وفي اوتوماتيك بس معلقة وفي مسائي مقلوبة تمام يا جماعة يبقى اتكلمنا عن المسائي المسائي المقلوبة اتكلمنا عن المسائي الاوتوماتيكية المعلقة اتكلمنا عن المسائل الاوتوماتيكية بالحلامات شايفين اشكالها قدامنا على حسب امكانيات كل مزرعة ونظام السائد في كل مزرعة يبقى احنا كده اتكلمنا عن المواصفات القياسية للسلالات اتكلمنا عن تكوين الجهاز التناسولي الزكري والانسوي اتكلمنا عن اختيار موقع المزرعة والاسس والقواعد اللي انا اختار عليها موقع المزرعة اتكلمنا عن التجهيزات لمباني الدواجن اتكلمنا عن المسائل وبكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة على امل اللقاء بكم في حلقة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته